مشهد يتكرر كثيراً لكن أسبابهم مختلفة في كل مرة تشهد فيها المستشفيات اعتداء على ملاكاتها بين تقصير أو استهتار لا يمكن تخديد أيهما أقرب للواقع لكن مراسلتنا زينب ستار حاولت تقصي الأمر في هذا التقرير مسلسل الاعتداء على الملاكات الطبية لم يصل حلقته الأخيرة فحادثة مستشفى بن الخطيب في بغداد كانت واحدة من مئات الحالات حتى بات ذلك هاجساً يؤرق الأطباء لتكراره المستمر وسط مطالبات مستمرة من الكوادر الطبية لحماية حياتهم التي أصبحت في خطر محدق هناك خلل بالعلاقة بين المواطن والطبيب أسبابها كثيرة بدأت تتراكم هذه المشاكل وهذه الخلافات وأسبابها هي كثيرة واحدة من أهم الأسباب هو تحميل المواطن للطبيب الخلل الموجود بالقطاع الصحي بما إذا وجد خطأ يشك بكون به خطأ طبي فكان متابعة الأمر من خلال المنافذ الحكومية الصحيحة مختصون في الشأن القانوني يرون أن الاعتداءات على الأطباء والملاكات الصحية تمثل جريمة وفق القانون العراقي يحال على أثرها المعتدي إلى المحاكم المختصة مشددين على ضرورة رفع سقف العقوبات بحق المعتدين لإنهاء هذه الظاهرة هنا قانون حماية الأطباء رقم 26 لسنة 2013 هنا فرض كل العقوبات بخصوص أن المعتدين على الأطباء تصل عقوبتها إلى عشر سنوات ولكن لا يتخذ أي إجراء بحق الطبيب إلا بعد الإجراءات التحقيقية وتؤدي ظاهرة الاعتداءات على الأطباء واختيال عدد منهم إلى هجرتهم لدول عربية وأجنبية فضلا عن ترك بعضهم مهنة الطب نتيجة غياب القوانين التي تحفظ كرامتهم وحياتهم اعتداءات متكررة على الكوادر الصحية من قبل مواطنين تارة وجهات متنفذة تارة أخرى وسط مطالبات لحماية الأطباء وفرض عقوبات صارمة بحق المعتدين زينب ستار قناة الرابعة بغداد